العالم مليان كائنات مفترسة ومرائبة كتير وبتختلف من مكان لمكان في الفيديو ده هتكلم عن أخطر كائن في كل الكرة من كرات العالم خلينا نكون عارفين أننا هخطار الحوام بناء على عدد الوفيات اللي بيسببها بين البشر سنوية أنا محمود ممضوح ودي قناتي على يوتيوب ولكن قبل ما أبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتصلي عن نبي في خانة التعليقات نبدأ بكرة أوروبا تعتبر أوروبا من أقل الكرات في التنوع البيولوجي والحيواني بس ده ممنعش أنها بتمفرد بمجموعة مش قليلة من الحيوانات البرية الموجودة على أرضها ومن أبرز الحيوانات دي وأخطرها هو الزئب القراسي الزئاب القراسية هي أنواع فرعية من الزئاب الرمادية وبتعيش في شمال أوروبا والحيوانات دي تاريخها حافل في الهجمات القاتلة على البشر وبالأخص في أوروبا الغربية ووفقا للمؤرخ الفرنسي جان مارك ماوريسيو فالزئب القراسي قتل أكتر من 7600 إنسان من سنة 1362 ل 1918 في دولة فرنسا بس وده رقم مرعب وضخم وبشكل عام الزئاب القراسية بتتجنب البشر ده لو ما كانتش مسعورة ولو قررت تهاجم البشر بتختار الأضعاف زي النساء والأطفال لو رحنا الكرة زي أمريكا الشمالية حتلاقي فيها تنوع في الكائنات الخطيرة بداية من الزواحف السامة لحد السديات الضخمة وصولا للدباب والزئاب ولكن أخطر كائم مسؤول عن أغلب الهجمات على البشر في الكرة هو أسد الجبال يعتبر أسد الجبال هو تاني أكبر القطة البرية في النصف الغربي من كرتين أمريكا بعد الججور وتعتبر الحيوانات دي من أخطر المفترسات في العالم الجديد وخصوصا في أمريكا الشمالية أسد الجبال كان مسؤول عن عشرات الهجمات القاتلة في السنوات الأخيرة على البشر وبعض الهجمات دي كانت مميتة وخصوصا هجماته على الأطفال اللي بيشكله 64% من جميع ضحايا وزادت الهجمات مؤخرا بشكل كبير وده بسبب توسع البشر في موطن أسد الجبال وآخر هجمات الحيوان المميت ده كان على ديانة بوير اللي عندها 55 سنة في 11 سبتمبر سنة 2018 وأنا بختار أخطر كائم في قرية أسيا حترت ما بين أنواع تعبين كتيرة وسنوريات وحتى تمسيح وكمان عاوز أقولك أن الكائنات العشبة أخطر من الكائنات اللحمة على البشر وبعد بحث اكتشفت أن أخطر كائم في قرية أسيا طوله 6 ملي متر بس واخترته في حجمه قبل سمه الفتاكي اعتبر الدبور الياباني أو الأسيوي هو أخطر كائم في قرية أسيا بسبب أنه ممكن يلدغك في لحظة ويختفي من غير ما تتفادلت غطوب يحتوي الدبور الياباني على مجموعة من السموم الخلوية والعصبية وأول أعراض السم بيقدل تلف الأنسجة والسم الثاني اسمه ألماندراتوكسين ولو زادت جرعته في الدم بيكون قاتل والدبور الأسيوي مسؤول عن موت ما بين 30 إلى 40 شخص في اليابان بس سنويا كرة أفريقيا عارف أنك كملت الفيديو لحد دين عشان الجزء ده عزيز المشاهد كرة أفريقيا فيها تنوع كبير في الحيوانات وبسبب كده موجود حيوانات خطيرة لا تعد ولا تحصى وإنت طبعا مستنى أقولك أن أخطر كائم في كرة أفريقيا هو الأسد إجابتك غلط عزيز المشاهد بس خلينا متفقين أن الأسد من أخطر الكائنات الموجودة داخل الكرة وعشان أكون دقيق معاك الأسد تاني أخطر كائن داخل الكرة بمعدل قتل 250 ألف إنسان سنويا وده رقم ضخ مركز فيه حتنصدة المهم أخطر حيوان في كرة أفريقيا هو البعوض وبتسبب البعوض في مقتل 700 ألف إنسان سنويا يعني تقريبا قد عدد سكان دولة أيسلندا ومالطا مجتمعين أنت متخيل الرقم وبيقتل البعوض عن طريق نقل الأمراض زي المالاريا وحمى الضانك والحمى الصفرة وأمراض غيرهم كثير أمريكا الجنوبية هي أكبر كرة في العالم من حيث التنوع البيولوجي وعدد الكائنات المتنوعة فيها وده اللي خلى من الصعب علي أن أخطر حيوان معين أنه يكون أخطر حيوان في الكرة لأن تقريبا كلهم أخطر من بعضه بالذات في غابات الأمازون عشان كده أنا فكرت فكرة لنفترض أن شخص ماشي في الأمازون ممكن يقابل إيه مبدئيا كده ما تلمسش أي ضفضة عشان هيكون سام وابعد عن الشجر عشان ممكن تلاقي قفة عمستنياج بين الأخصان ونفترض أن مفيش قفة على الشجر حتلاقي الججور ماسك شفت مكان القفة على الشجر برضو افترضنا أنك بعدت عن الشجر ومشيت في مكان مفتوح خد بالك عشان ممكن تدوس على عنكبوت البرازيلي الجوال ولدغة منه بتقتل شخص بالك طب لو خلاص أنت شغلت دماغك وقلت هتروح تقعد عن النهر وتبعد عن الحوارات دي كلها أو هتنزل النهر عشان في أسماك بيرانة بتفترس الإنسان البالغ في دقايا ومش بتسيبه غير وهو هيكل عزمي ولو قعدت على الشطة حيطلع عليك كايمين أسود هيقسمك نصين وده من أخطر أنواع التمسيح في العالم وأخيرا بقى لو حظك حلو ناجيت من كل دول حتطلع عليك الأناكندا الخضرة حتكسر عظمك وتخنوك وتبلعك زي منتا وبكده نكتشف أن أخطر كائم في قارة أمريكا الجنوبية مش حيوان أخطر كائم في قارة أمريكا الجنوبية هي غابات الأمازون المطيرة وفي السريع أقولك أخطر كائم في استراليا خلينا عارفين أن أستراليا من أخطر كارات العالم بسبب وجود أكتر الكائنات السم فيها وأخطر كائم في استراليا هو السعبان البني ورغم أن طوله مش بيتعدى المتر لكن سريع وسمه متصنف أنه تاني أخطر سم أفعى في العالم بس كده ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة أتمنى تكون استمتعت واستفدت معايا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتقول لي إيه أخطر حيوان في قيمة النهاردة من وجهة نظرك أنا محمود ممدوح ودي قناتي على يوتيوب ترجمة نانسي قنقر